السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضرتكم معكم أحمد عبدالهادي من قناة مصر ما فيش فايدة يموت الزمار وصوابعه بتلعب ده مثل شعب مصر بينطبق على حالة غربان الإخوان السوداء في قلب الدولة التونسية العزيزة العالم ديت ما بتستفيدش من التجربة بتاعتها العالم ديت عاملة بالزبط زي السرطان في قلب الجسد لابد من اجتساسه تماما تماما عشان الجسد يشفى العالم ديت المفترض جدلا أساسا انه هم يحترموا نفسيهم بناءا طبعا على ملفاتهم السوداء اللي بدأت تتفتح بناءا على ان الشعب التونسي بدأ يقرف منهم المفترض جدلا انه هم يحترموا نفسيهم شوية يختفوا بعيدا عن العين شوية بحيث الشعب التونسي ينسى الأيام السوداء اللي عاشها في ظل حكم جماعة الإخوان عن طريق حركة النهضة الإخوانية مفروض ومفروض ومفروض يعني لو كان العالم ديت عندها زكاء كانوا اختفوا شوية رياحوا الشعب التونسي من صورتهم ثم يرجعوا مرة تانية بس بطريقة أخرى لكن سبحان الله ربنا قالل في براكتهم وفي أخرتهم وفي تفكيرهم ومجرد ما يخلصوا من كارسة بيحاولوا يدخلوا نفسهم في كارسة تانية المفترض جدلا ان فيه الاستحقاق الأخير في قلب الدولة التونسية اللي كان أعلن عنها الرئيس قيس سعيد رئيس تونس آخر استحقاق اللي هو الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 ديسمبر القادم هيتم فتح باب الترشح يوم 17 أكتوبر الجاري لمدة أسبوع ثم هيتم إغلاق باب التقدم للترشيح بعدها الإعلان عن الأسماء بعدها الطعم ثم تبدأ الدعاية ثم بعد ذلك إجراء الانتخابات البرلمانية المفترض جدا وعلى حسب المرسوم اللي كان أصدره الرئيس قيس سعيد المرسوم ده بيقول إيه عشان الجدية والمصدقية في الترشح عشان أنت تترشح وتقدم أوراق ترشحك لابد أنك أنت تحصل على 400 تزكية من الناخبين بتوع دائرتك الدائرة اللي أنت هتترشح فيها بشرط أن الناخبين دول يكونوا مسجلين في الدائرة دي وبشرط خمسين في المية منهم نساء وخمسين في المية منهم رجالة وخمسة وعشرين في المية منهم شباب يعني ربعمائة واحد من الناخبين فوجئنا ويالا هول ما فوجئنا فوجئنا بأن محمد التليل المتحدث باسم هيئة الانتخابات بيكشف السطار عن رصد عمليات تزوير في دائرتين تونس والقيروان في تزكية المرشحين تزوير فلوس بتندفع بيجمعوا تزكيات في سبيل أن هم يتقدموا للترشيح وفلوس ورشاوب تتوزع لكنه أكد محدودية هذه الجرائم اللي هينظر فيها القضاء إما بالسجن أو الغرامات المالية أو إمكانية عدم ترشح النازدية للانتخابات طبعا الرئيس قيس سعيد بمجرد ما سمع عن ذلك الذي حدث بسرعة عقد اجتماع مع نجلاء بودن رمضان رئيسة الحكومة ثم شدد على ضرورة وضع حد لظاهرة التلاعب بالتزكيات ووضع حد لهذه الظاهرة المتعلقة بالمال الفاسد وقال إذا كان التشريع الحالي لم يحقق الأهداف بتاعته فالواجب الوطني يفتضي مننا أن نعدله وكان هدف اللي لجأوا لهذه الطريقة في التزوير والتلاعب والرشاوي إدخال الارتباك في صفوف المواطنين وبث الفوضى خوفا من الإرادة الشعبية الحقيقية إلا هتفرزها صناديق الاقتراع يوم 17 ديسمبر القادم تعالوا حضراتكم شوفوا منشطتنا الرئيس التونسي يتعهد بإدخال تعديل جديد على قانون الانتخابات بهدف وضع حد للتزوير ووقف التلاعب في تزكيات المرشحين قيسة عيد قبل انتخابات تونس يجب وضع حد لهذه الظاهرة المشينة ديه المنشتات بتاعة الخبر بتاعنا دلوقتي حضرتكم الرئيس قيس سعيد وضع نظام جديد للانتخابات كان النظام القديم بيعتمد على نظام القوايم القوايم دي ساعدتك انك انت تقسم الدولة لحوالي عشر مناطق كل منطقة عبارة عن قيمة كاملة القيمة ديه اللي بتحكم فيها اللي معاه فلوس عشان يقدر يشكل القيمة ديه المستفيد من المسألة ديه الأحزاب الممولة اللي معاه ملايين الدولارات اللي تقدر تدفع رشاوي وتقدر ان هي تنسق قيمة كاملة طب انا كفرد عاوز اخوض الانتخابات وانا مش تبه حركة النهضة مش عاوز اخوض الانتخابات على قيمة حركة النهضة ساعدتك ما تقدرش النتيجة تحكم رأس المال الفاسد في العملية الانتخابية النتيجة رأس المال الفاسد هو اللي جابي الاغلبية البرلمانية لحركة النهضة نتيجة ذلك حركة النهضة في سنوات سابقة هي اللي كانت بتشكل الحكومة النتيجة هي المتحكمة في كل شيء داخل الدولة التونسية النتيجة الشعب التونسي عاش عشرية سوداء وبدأوا طبعا يتحركوا بالطريقة اللي اتحقق المصالح الخاصة بتاعة التنظيم الدولي لجماعة الاخوان وشوفنا راشد الغنوشي اللي هو رئيس البرلمان السابق ازاي ان هو كان بتحرك لدى تركيا والتاقى برجب طيب اردوغان رئيس تركيا والتاقى بامير قطر والتاقى بالكثير من قيادات جماعة الاخوان الارهابيين وحقق الاجندة بتاعتهم جوه الدولة التونسية جل رئيس قيس سعيد قرر ان هو يخلي الشعب هو صاحب السلطة فعد القانون الانتخابات من خلال دستور جديد تم الاستفتاء عليه يوم 25 يوليو الماضي النتيجة الشعب التونسي بربطة المعلم وافق على هذا الدستور ساعتك دلوقتي فضل الاستحقاق الاخير اللي هو الانتخابات البرلمانية عاوز تخوض الانتخابات مفيش مشكلة بس الحد الادنى على الاقل يكون لسيادتك لك ربع مت واحد من الناخبين متوافقين حواليك وإلا كل من هب ودب هيخوض الانتخابات بدأوا يستغلوا النقطة ديت والثغرة ديت يدفعوا فلوس للناخب عشان يعملوا ارتباط وعشان يشوشوا على العملية الانتخابية فحدث ما حدث الرئيس قيس سعيد بمجرد ما شاف انه هناك ثغرات في قانون الانتخابات الجديد قرر انه هو يعلجه بشكل سريع على الرغم من انه فاضل ايام قليلة على فتح باب الترشح للانتخابات اللي هو معاده يوم 17 اكتوبر الجاري يعني معنى ذلك الرئيس قيس سعيد لما يشوف اي حاجة خطأ فورا بيتراجع عنها مش زي ما بيقول هؤلاء الخوانة والارهابيين بتوع غربان حركة النهضة طبعا قيادات حركة النهضة حاليا بيتحكمه بتهم كثيرة للغاية من بينها تسفير الشباب التونسي لسوريا في سبيل ارتكاب عمليات ارهابية بالاضافة الى غسيل الاموال القزرة بالاضافة الى عمليات التمويل المجبوعة بالاضافة الى افشاء اصرار بالاضافة الى المساس بامن تونس القومي حاولوا انهما يقنعوا العامة انهما خلاص تم الافراج عنهم في سبيل انهما يرجعوا للانتخابات او يخوض الانتخابات بطريقة ما لكن طبعا هما ما تمش الافراج عنهم ولا حاجة لان بعض الناس كانت بتكتب لنا في التعليقات انتو عملين بتقول ان قيس سعيد في مواجهة جماعة الإخوان طيب معه القضاء التونسي أفرج عن هؤلاء الخوانة ده مش إفراج يا جماعة ده بيسموه إفراج على زمة القضية عشان بس بعض الناس ما تشوششي على الرئيس قيس سعيد فاضل استحقاق أخير شعب تونس العزيز انتبهوا واختاروا الرجل المناسب في المكان المناسب أراكم على خير اشتركوا في القناة